شارك سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلدية والزراعة في عمل اجتماع 91 للجمعية العمومية السنوية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية في العاصمة الفرنسية باريس وخلال الاجتماع أكد وزير شؤون البلدية والزراعة في كلمته حرص مملكة البحرين على المساهمة الفاعلة بدعم تعزيز الخدمات البيطرية ومكافعة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود مشددا على أن المملكة تدرك أهمية تحقيق مستوى مستدام للأمن الغذائي من خلال المشروع الاستراتيجي لإنتاج الوطني للغذاء وبين سعادته أن جهود وزارة شؤون البلديات والزراعة والجهات الحكومية الأخرى تتركز في تطوير سياسات المحافظة على هذه الثروة وتنظيم عملية الاستثمار التجاري لها لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وذلك من خلال تطوير وتطبيق استراتيجية الإدارة المتكاملة لحماية وتنمية الثروة الحيوانية اشتركوا في القناة